أما الآن كيف ما ذكرت عفاف قبل قليل الفعل والقول لأي درجة ينفذ وكيف جاء في التراث الفلسطيني دكتور رضا غبري المحاضر والأكاديمي والباحث في اللغة العربية صباح الخير لهذا رضا صباح الخير أهلا وسهلا فيك شفتك جالس معنا وعم بتضحك مع أخبار وائل نعم لأنه من الصعب حقيقتان من الصعب حقيقتان يعني دائما هناك بون شاسع بين الفعل وبين القول فحب ذا لو هذا البون شوي عمل جسر بناتنا وقربناهن على بعضهن لأنه صعب جدا اليوم في أيامنا حتى في الناحية السياسية حتى في الناحية الاجتماعية يكون أفعالنا مطابقة لأقوالنا ممكن هذا سبب مباشر لسوء تربي لسوء قدوة لمجتمع اللي تنقص القدوة الصالحة اللي فعلا أفعالها تطابق أقواله ليس كما قالوا بالمثل خذ من أفعالي ودشر أقوالي بالعكس أنا بدي أفعالك تكون مطابقة تماما لأقوالك إذا أنت أمرت بالخير أنت أول من يكون بهذا الخير إذا أنت نهيت عن شر أنت أول من ينتهي عن هذا الشر ورأينا هنا في الأخبار قديش فعلا الأقوال غير مطابقة للأفعال أو بعيدة عن الأفعال أقوال شكل وأفعال شكل والأخبار الأولى كان أنه في البداية كانت الأفعال خفية اليوم الأقوال مطابقة للأفعال الظاهرة علنية بالنسبة للعنصرية بالنسبة لي هضم حقوق الشعب الفلسطيني سواء في الداخل سواء في الضفة والقطاع يعني أشكر أخبار قبل كان شوي خفية اليوم علنان إحنا بشكل عنصري ظاهر يعني للعيان بدون أي حية وبدون أي ذوق لأن ننتقل للمثل الفلسطيني اللي بيحكي لي النص نص علماء والفعل فعل شياطين كثير هذا المثل دارج على ألسنتنا ينطبق أنت بأي نعم لما نشوف هيك إنسان اللي بتسمع أقواله بتقول واو شو هالعقل هذا شو هالحكم هذه اللي بتخرج منه ما شاء الله عنه يعني بكل القاضي انزل عن الكرسي أنا أقعد بدالك لكن لما تشوف أنت أعماله شتان ما بين ما قال من أفعال ما قال من أقوال ما عنده من أفعال هذا بذكرنا بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا لما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون هذا هذا يعني شيء بغيت جدا شيء يعني كريه جدا أني ما يكون قولنا مطابق لفعلنا مفروض يكون في عندي أنا أنهى عن شيء معين عن شر معين عن صفة معينة كأبو كأم كمعلم كإنسان كقدوي كسياسي كمدير بالضبط كمان إذا منصب بأي منصب أنت كنت مفروض يكون عملك هو القدوي اللي نخذ منك ما تقول أنا عمي بحكي شكل وما بهمكم أفعالي برس خذوا من أقوالي هذا الأمر يعني لا يليق بإنسانيتنا لا يليق بمجتمعنا لا يليق بقدوتنا أنا كقدوي بالذات اللي عنده منصب تربوي منصب اجتماعي سواء في العائلة المصغرة سواء في البلد الكبيري سواء في الدولي حتى يعني شراء رأينا رأينا ورأينا العضاء ورأينا كل هذه الأمور قدش بيكون في بون شاسع بين الأفعال وبين الأقوال لذلك الشعر قال أنت الفتى كله الفتى حقيقة أنت بتأخذ لقب فتى إذا كان فعلك إذا كان ما تقول هو ما تفعل هذه الصفة الحقيقية في الإنسان الفتى أن يقول أن يفعل ما يقول نعم نعم طب دكتور يعني واضح أنه هاي الفجوة مثل محاضرتك عم توصفها بين القول والفعل ممكن كتير مرات تكون سبب لأزمي سبب لسوء تفاهم في الأسر في مناحي أخرى أمثال أو قصص أخرى لتناولت هذا الموضوع شو بتقدر تفيدنا نرجع ونركز على من هو في منصب تربوي سواء ديني سواء اجتماع يعني من القصص الجميلة اللي تروع عندنا عن هذا المثل النص نص علماء والفعل فعل الشياطين أو قول بلا فعل أنه في عندي طبعا أنا الكلام هنا لا يخذ على عواهني في ناس اللي ما شاء الله بنشربوا مع المي العكري في ناس ما شاء الله بنحطوا على الجرح بطيب لكن هناك فئة من الناس اللي لهم مناصب دينية مناصب اجتماعية مناصب تربوية اللي ما بيقدوا حقهم الحقيقي كقدوية للمجتمع على سبيل المثال القصة اللي تروع عن الإمام إمام بلد فبطلع على المنبر بيوم الجمعة وبخطب في الناس ويصول ويجول في شرح الآية الكريمة لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون يعني بمعنى أنت بدك تكون بدرجة إيمان عالي أنت بدك تكون محبوب عند رب العالمين أنت لازم تنفق الأشياء اللي أنت بتحبها ما هذا الشيء أنا ما بديش إياه لو تبرعوا فيه وتصدقوا فيه إنما أنت بتتصدق وبتتبرع وبتعطي الأشياء اللي حقيقة أنت يعني إلها إلها مكاني خاصة في قلبك لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون والإمام يصل ويجول في الخطبة وما شاء الله ويدعم كلامه بالأحاديث وبالآيات من سمع الخطبة زوجته أم أحمد موجودة هناك في قسم النساء عم تسمع الخطبة مبسوطة لجوزها عم باب هذه الخطبة الآن بعد نهاية الخطبة إليه بالعادي أبو أحمد بفر على الأرامل بفر على المرضى بيزورهم بأخذ معها هذا الأمر نص ساعة زمن بهاي النص ساعة زمن أم أحمد بتكون صارت وصل للبيت ومحضرت له الغداء خلال الثلاثين سنين لأربعين سنين متجاوزين أبو أحمد الإمام كل ما يروح على البيت يوم الجمعة بتكون أم أحمد محضرت له شو هالملوخيات الطبيعيات وشو هالزغليل المحشية وشو خبز الطابون ما شاء الله إيش بيبتح النفس وبهذا كل يوم اللي أبو أحمد صال وجال بخطبة لنتنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون بتحضروا الكاعد ولا الباب عندها بدق نعم مين قال لهم والله من مخيم جنين من الأراضي المحتلة الاحتلال عجب فينا وصل للشهر للعيل عندي ما أكلت ولا شربت وكذا قالت والله يا خالتي جيت بوقتك تفضل تعال حطط له هالزغليل حطط له هاللملوخيات وهالخبزات ما شاء الله لفت اليهم بهالززوادي وتفضل خد صحتين وعافي لعيلك ولعيلتك روح أبو أحمد من الزيارات بالبلد عنده وتتخفف هيك هات يا أم أحمد هالغدا أم أحمد مرة نشطة من حواجي البيت زبطت له هالغدا وتفضل يا أبو أحمد فاصفاً أبو أحمد شو الحكي هذا شو اللي إليش أم أحمد الغدا اللي متعودين عليه قالت أسمع لي عليك أبو أحمد هذا الأكل قدامك تفضل كل أم أحمد الأكل الأكل اللي إحنا متعودين عليه وينه قالت له أسكت ساكت أبو أحمد اليوم أنا طبقت لك خطبتك بحذفيرها بالزبط أنا بعرفك أنك بتحب الزغلي وبتحب الملوخي وبتحب الخبز والطبون وتحب كذا أنا اليوم اتبرعت لك فيه تماماً طبقت لك لأنت ناله كل أبو أحمد بحب هذا الأكل فأنا بدأت برع فيه وهيك أجع الرجل من مخيم جين وعطته إياه صدقة لله وتطبيقاً وصدقات فصفن فيها أبو أحمد هذيك الصفن القوي وبصوت هيك عالي وتفران غضبان أم أحمد الحكي اللي بحكيه على المنبر هذا للناس مش لإنا لا غيره فمفروض أول ما يكون الهدف والجمهور لنصيحتك ولكلامك أول شيء نفسك أنت أنت مفروض تطبق هذا العمل اللي أنت قاعد بتؤمر الناس فيه أو بتنهى الناس عنه العيل الداخلية عندك يعني السيدنا عمرهم الخطاب يروح عنه رضي الله عنه أنه كان لما يصعد المنبر ويؤمر الناس بشيء معين أو ينهاهم عن شيء معين يجمع عيلته ويقولهم أنا أمرت ناس بكذا وكذا أو نهيت ناس عن كذا وكذا إلكم عقاب مضاعف إذا واحد منكم عمل الشيء لنهيته أو ما عملش الشيء لأنا أمرت فيه لأنه أهم شيء أنه أنا أطبق الأمر على نفسي أطبق الأمر على العيلة المصغرة عندي مش زي ما قال المثل بعرفه بحريف ما بزبط هيك أنا بعرف هذا الشيء إنه هذا حقيقة وهذا الصح وهذا مزبوط لازم عمل فيه أنا بقوم فيه أنا ما بديه بقوم مش فيه فهذه المفرض يكون القول اللي إلي مطابق للفعل اللي إلي ما يكونش فيه اختلاف بيناتهم رجعنا لمسؤولية الكلمة دكتور الكلمة التي تخرج من أفواهنا تبقى فيها قدر كبير من المسؤولية لحتى نتصرف بحسب أقوالنا الكلمة من أقوى من أقوى الأشياء اللي ربنا خلقها للإنسان أعطالي الإنسان هي الكلمة بالكلمة ممكن أنت تحيي إنسان بالكلمة أنت ممكن تميت إنسان بالكلمة أنت ممكن ترفع معنوية إنسان بالكلمة أنت ممكن تهد معنوية إنسان فكل إنسان منه لازم يكون حريص مش والله هذا حكي معلوش جمروك يلا يا زلمي يحكي شو قال أنت مسؤول عن كل كلمة تصدر منك لأن هذه الكلمة ممكن أن يكون إليها تأثير إيجابي اللي بوسطها أو بسببها يهتدي كثير من الناس ويعتدي الكثير من الناس أو العكس أنت بسبب الكلمة اللي حكيتها ممكن تهدم تهدم ناس فلازم يكون حريصين حقيقة على كل كلمة تصدر منها اليوم المسؤولية أكبر هل صحيح يعني لأنه موجودين في عالم التواصل الاجتماعي كل بوسط بترفعه هل ممكن يكون إليه صدى كأيات شخص أم الشخص المؤثر البوسط تبعه ممكن يكون إليه صدى أكبر وأعلى ولأي درجة بتشوف اليوم أنه في مآخذ على صاحب هذا البوسط لذلك أنا أتوجه رجائي لكل إنسان وخاصة إذا إله منصب لما بكتب كلمة معينة لما بكتب بوسط معينة لما بكتب جملة معينة يكون حريص ويكون مطلع ويكون متوقع ما وراء ما سيحدث من وراء هذه الجملة أو من وراء هذه الكلمة إذا رأى إنه الخير من وراءها بيستمر فيها إذا رأى إنه الشر من وراءها بيكتمها ما بيحكيها ما بيكتبها فهذه مسؤولية مسؤولية عظيمة يعني لقبل أسود الدؤلي مقطوعة شعرية بسيطة هيك اللي فيها أنه أنت أيها المعلم أنت أيها المربي لم بدك تحكي شيء معين كون على مسؤولية هذا الشيء وإعرف أنه أول أول من يجب أن تنهاه هو نفسك وبعد ذلك أنت تنها الجميع أنت عليك أن تطبك وبعد ذلك تأمر من الآخرين التطبيق ماذا يقول يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كي ما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويحصل التسليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لما أنا بدأ أنهى عن شيء ممنوع أن أتي فعلا أنا أنتهي عنه وإلا أصابني العيب اللي أنا بنهي الناس عنه رائع طب دكتور من الأقوال أو الأمثال اللي حضرتك ذكرت وإذا فيه بعد أمور إضافية هل إحنا بعدنا اليوم نتداولها هل إحنا حريصين على أنه نطبقها هل هيك بمجالسنا بعد من الأمثال والأقوال اللي تستخدم كتير في حديثنا هذا الحكي لا بطعم الشخبز بمعنى لليش يعني زي ما قال قبل شوي واقي لليش الثرثرة هذه لليش الحكي اللي ببين كسين آسف على الكلمة الفصع الحكي هذا لشو أنت مسؤول عن الكلمة فأنت بتسكت هذا الحكي لا بيقدم ولا بيجيب لا بيقدم ولا بيأخر فبتناقص عنه لما أنت بتشوف أنه كلامك يعني زي ما قالوا ينعن أبو اللي حكى وينعن أبو اللي ما حكى على الجهتين طب ليه ينعن أبو اللي حكى قال لو هذا لأنه ما حدا سمعه قوله طب ولي ما حكى اللي ما حكى لأنه لو حكى كان الناس سمعت قوله فعلى الجهتين أنت يوم كلمتك تكون مسموعة لازم تحكيها يوم كلمتك مش مفيدة وغير مسموعة أفضل ما تحكيها يعني تكلم جميلا أو أصمت نعم تماما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقر خيرا أو ليصمت يسكت لأن السكوت كمان عبادي يعني ما كمان السكوت هو كلام هو وتعبير هو مفيد يعني في حالة السكوت بيكون أفضل كثيرا من الكلام كثيرا ما ندمت على كلامي ولكن لم أندم على صمتي فمفروض يكون الصمت كمان هذه حكمة الصمت حكمة وقليل ونفاعله صحيح وفي بعض المواقف فعلا الصمت أبلغ من الحديث والكلام لأنه مبسوطين بكلامك إذا عندك كمان أمور تنورنا فيها أحنا سعداء طبعا وأنا كذلك مبسوط بهذه الاستضافة مبسوط بهذه الكلام وآمل أنه يدخل القلب كما أنه خرج من القلب إن شاء الله وإحنا كمان إحنا والمشاهدين اشتقنا لإطلالتك معنا بصباحنا غير ولا كلامك طيب دكتور دكتور كلمة أخيرة رسالة بتحب أنك تقدمها بالذات أنه إحنا ذكرنا هيك بعض المناصب والشخصيات المؤثري في تنشئة أطفالنا وأبناء مجتمعنا إن كان المربي إن كان المعلم إن كان رجال الدين السياسي والقيادة شو بتحب توصل رسالة أخيرة؟ أقول إذا عبت أمراً فلا تأتيه إذا عبت أمراً فلا تأتيه فذلّب مجتنب ما يعيبه حالو لما أنا إنسان عندي عقل عندي فهم لما أنا بنهى الآخرين عن شيء معين وأعيب هذا الأمر فعلي لازم يطابق هذا القول لازم أجتنب هذا الأمر اللي أنا عبته فرجائي للأمهات للآباء للمربين لكل إنسان مسؤول عن مجموعة من الناس يكون فعله مطابق لقوله وشكره لكم ما شاء الله عليك شكراً لإلك دكتور رضا نورتنا في هذا اليوم مثل كل يوم ما تطولش علينا كمان بالك الله سهلاً موسيقى أمونا النور